معنى آية فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون يهتم الكثيرون بالبحث عن معنى آية فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون الواردة في صورة الصافات حيث تعالج هذه الصورة الكريمة ما تعالجه جميع الصور المكية من تثبيت المفاهيم الصحيحة في نفوس المؤمنين والتي تعنا بالحديث عن الآخرة والبعث والنشور والتوحيد واليوم الآخر إن القلوب التي اعتادت الضلال وتوغلت فيهم لن تصل إلى الهدى والنور والنفس التي جبلت على الشرك والكفر سيتوغل فيها الفساد أكثر فأكثر وابن آدم الذي لم يعمل عقله في الأدلة والبراهين التي يصل من خلالها إلى الحقيقة الواحدة أن الله واحد لا شريك له ستعتاد الجرأة في الكذب والتكذيب وكان ذلك حال مشركي قريش عندما أنزل الله تعالى خطابا لنبيه الكريم موجها إليهم في قوله تعالى فاستفتهم أذي ربك البنات ولهم البنون وذلك من أكبر الكبائر التي افترت فيها قريش على ربها فهم يدعون كذبا أن لربهم العظيم ولدا واختاروا له حاشاه سبحانه وتعالى الإناث دونا عن الضكور لأنهم يستأثرون بالولدان الضكور لأنفسهم وبذلك ينفي هؤلاء المجرمون أمرا من أصول العقيدة الصحيحة وهو أن الله واحد فرض صمد لم يلد ولم يولد وليس له كفؤا أحد فهو مالك كل شيء وحده دون شريك أو منافس ومعنى آية فاستفتهم أل ربك بالبنات ولهم البنون أي سلهم يا محمد واسأل مشركي قومك من قريش هل الله الإناث ولكم الضكور وقال قتاد إن المراد بقوله تعالى فاستفتهم أي إنها عائدة على مشركي قريش والاستفتاء هو السؤال والاستفسار فقد زعم المشركون من قريش أن الملائكة هم من الإناث وأنهم بنات الله والعياذ بالله ارتكب هؤلاء المشركون الكبائر بأنهم جعلوا صفات الله تعالى كصفات البشر من النكاح والأولاد فزعموا أن ربهم اتخذ صاحبة فكان أولاده الملائكة وهم إناث وذلك أعظم الكذب وأعظم البهتان والافتراء وكان سؤال الله للمشركين سؤال توبيخ وتأنيب وليس سؤال من من ينتظر الجواب فكانت جرأة المشركين على ربهم بأن قسموا له ما لا يقبلونه لأنفسهم واختاروا له أضعف الجنسين وخاضوا بالزور من القول فكيف لهم أن يقوموا على تلك القسم غير العاللة التي اختاروها لربهم حاشاه وكلا بل هو أعظم وأجل بل وخاض المشركون في الكفر أيضا وجعلوا لله جسدا كأجسادهم وتسير عليه الصفات البشرية من الزواج والأولاد كما تسير عليهم بل وتجرأوا على أعظم مخلوقات الله وأقربهم إليه وهم الملائكة فجعلوا إناثا واستخفوا به ولم تمثل القريش وحدها بالكفر والطغيان بل شأنهم شأن الأمم السابقة التي اختاروا الكفر والضلال فضرب الله الأمثال لنبيه عليه الصلاة والسلام تسلية له ليريه أن التجبر على أنبياء الله وأوامره سبحانه لم تختص به قريش وحدها بل كثير من الأمم اختارت ذلك الطريق والمصير موسيقى